قالت الشرطة الأمريكية إن مشتبه به في حالة حريجة كما أصيب واحد على الأقل من أفراد الشرطة بعد أن ردت الشرطة على إطلاق نار في حي بروكلين بمدينة نيويورك وذكر مصدر في الشرطة أن المشتبه به أصاب شخصا واحدا على الأقل بالرصاص قبل أن تصل الشرطة وتطلق النار على المشتبه به وفيما يتعلق بالاحتجاجات على مقتل جورج فلويد أفادت مصادر برشق متظاهرين يؤاكدون سلمية احتجاجاتهم الشرطة بزجاجات المياه في محيط البيت الأبيض الذي شهد عودة مكثفة للمحتجين مجددا أكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري ترحيب الجيش بدعوة الأمم المتحدة للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل حل النزاع في البلاد لكنه شدد في مقابلة على أن لا تفاوض على السلام في ظل بقاء الغزاة الأتراك على الأراضي الليبيا